أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي حيال ما صدر عن وزير الداخلية البلغارية في قضية التفجير قد تم التشاور في صدده بعد ظهر أمس كما تم الاتفاق على أن يستكمل درسه وتدقيق مضمونه بعد ورود كل المستلدات المتعلقة بهذا الموضوع من المدعي العام البلغاري هذا وعرض رئيس الجمهورية في بعبدة مع نائب بطرس حرب الأوضاع الراهلة وموضوع قوانين الانتخاب إضافة إلى رفع الحصانة عنه والأسباب الموجبة التي أدرجت في الطلب